موسيقى انت لازم تكون على مستوى روحي مرتفع موسيقى انت يا رب لسه موجود لسه بتحن لسه بترفع لسه بتشمي لسه بتشرق شمس موسيقى 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 اسمينا لما جيت تتكلم عن البركة والنهضة حطيت شرط موسيقى فنتواضع تحت ايضا الله الله هيعمل فينا ايه الله هيحاق ونجني بين الناس ان احنا لنا اله عظيم لو صدقتوا كلام ربنا هنخرج مختلفين اهلا بيكم في محضر الرررara مبسون كتير انا كون معاكم احنا هنبتدي فترة التسبيح مع بعض استأذلكم تفضلوا نقوم مع بعض في الوقت الجاي ونقرأ مزمور 27 مزمور 27 ونقرأ من عدد 1 لعدد 5 مزمور 27 من عدد 1 لعدد 5 لو استأذلكم نقوم مع بعض نقرأ كلمة الرب مزمور 27 من عدد 1 لعدد 5 الرب نوري وخلاصي من من أخاف الرب حصن حياتي ممن ارتعب عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن واحدة سألت من الرب وإياه التمسوا أعمل إيه؟ أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرص في هيكله لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسرني بالساتر خيمته على صخرة يرفعني هو دا إلهنا هو دا إلهنا إنه بيكون في وقت خوف أو ألأ بياجي عنده وياجي عنده ليقول رب واحدة سألت منك ربا أسكن يا رب في الوقت دا معاك ويكون في علاقة حميمة والشركة معاك هو يقول كده في الكتاب تطلبونني تأكيدوني تطلبونني بكل قلوبكم عايزيني الوقت دا نطلبه بكل قلبنا نطلبه فعلا إنه هو يكون حاضر في الوسط اطلب الرب ادعوه فهو يكون موجود امين امين تعالوا نسبح مع الرب ونقول ما أحلى حضورك ربي ما أبهج ملك يسوعي ويكون دا شغل قلبنا نحنا نكون منصلي ونسبح الرب ونديله كل المجد والإكرام ونعبده بالروح وبالحق امين امين ما أحلى حضورك ربي ما أبهج ملك يسوع ما أحلى حضورك ربي ما أحلى حضورك ربي ما أبهج ملك يسوع اشبع من خيره اشبع من خير بيتك ارتي من نحره ارتوي من نهر نعمتك اشبع من خير بيتك ارتوي من مهر نعمتك أعبدك أرفعك أسود لك بالروح و بالحق أعبدك أرفعك أسود لك بالروح و بالحق واحدة سألتك منك خلا دي تلبطت في الوقت اللي كانت من أسكن في هيكل قصك أيو رب أنت تستحق يا رب نسكن معاك واحدة سألتك منك من أسكن في هيكل قصك من أسكن في هيكل قصك مريد هنم بحبك إن لحن الآن بفيد روحك استقبل فيه من عبد الرب مريد هنم بحبك إن لحن الآن بفيد روحك أعبدك أعبدك أرفعك لحن الآن بفيد روحك أسكن لك بالروح و بالحق لحن الآن بحبك 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 إن مجستك يملأ المكان شيءُ なظف給ه يحلس الآن تنبأ شيء يحدث الآن الروح تتحرك بحرية تحرك روح حرية تقوم نور أنا مستك يملأ المكان شيء عظيم يحدث الآن الآن تنبأ الآن تروح يتحرك بحرية هو يهوان يهوان رفع إلهي شهدان يهوان أتوان يستعلن هم الآن هو يهوان يهوان رفع يهوان يهوان شهدان ورهوان يهوان يستعلن هم الآن يهوان 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 فهوه هنا الآن أطلبوه فهوه هنا الآن يهوان هنا الآن يهوان يهوان هم الآن يهوان يهوان اطلقوه فهو هنا الآن عبدوه فهو هنا الآن اطلقوه فهو هنا الآن اطلقوه فهو هنا الآن اطلقوه فهو هنا الآن اطلقوه فهو هنا الآن الاله الشافي الاله القدير اطلقوه فهو هنا الآن اطلقوه فهو هنا الآن انت حاضر في الوسط استأذنك لو بتمر أمر صعب ومحتاج الله القدير قوله السلطان صدق انه هو حاضر في المكان يقدر بسلطانه يغير الأمر انت بتمر به صدق ان اله موجود في الوسط هو الادوناي يرأى ادوناي هو الرب الذي يدبر يدبر أمور حياتك يدبر مستقبلك يدبر كل شيء انت بتصلي من أجله أمور شغلك أمور حياتك مستقبلك هو في الوسط الآن يهوه يهوه رفاه إلهي شاطا يرأى أدوناي يستعلن هنا الآن أمور حياتك أمور حياتك أمور حياتك رب عايز يفتح المجال عايز يفتح المجال لأنه هو الفتات مش كفاية الفتات مش كفاية جي الوقت ان احنا نستقبل خبز البنين المسيح جيئت صلب ودفن وقامن الأموات علشان يدينا خبز الحياة علشان يغير حياتنا علشان يولد حاجات في حياتنا يدينا خبز الحياة لأن الفتات مش كفاية تعال كده نعلن سنة ألفين وعب وعشرين يا رب الوقت اللي جاي من أبريل لحد دي سام يا رب يكون وقت افتتاح الأبواب أبواب السماء أبواب السماء يا رب تيجي عندنا يا رب علينا على حياتنا على مستقبلنا على أولادنا نؤمن بكده؟ نؤمن بكده أمين؟ أمين وانا ليه أخاف؟ زي ما كنا بنصلي مزمور سبع وعشرين النزل علي جايش لا يخاف وقلبين قام علي حرفة في ذلك أنا مطمئن يا رب إدينا اللي إنت إديت له الداود إن رغم الظروف أنا متطمن أمين؟ رغم الظروف أنا متطمن رغم المشاكل رغم الاقتصاد أنا متطمن رغم الحاجات اللي بتحصل بره في المدارس أنا متطمن لك أنت معانا إحنا ملوك وكهنة إحنا نقدر نفدي المسكونة أمين؟ أمين تعالوا نسبح مع رب معنا نقول ملك الملوك سيد الأسياد ليك السلطان وحدك وأنا ليه أخاف قلوب الملوك في إيدك جد والميه أمين؟ ملك الملوك سيد الأسياد ليك السلطان وحدك رب العباء كل الأدراء لك يا الله أمين؟ 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 قلوب الملوك في إيدان يدوى المياه شكورك يا سيد قلوب الملوك في إيدان يدوى المياه سوع وقادرون يلمس كل الوحد في يفرح المسكين سوع وقادرون يلمس كل الوحد في يفرح سوع وقادرون يلمس كل الوحد في يفرح المسكين نسوه القادمون يلمس كل المحتدين يفرح المسكين أؤمنوا بسلطانه طهرهم الهقوات وهكون صحيحا بما فيه أؤمنوا بسلطانه طهرهم الهقوات وأكون صحيحا بما فيه يسوع القادمون يسوع وحاضرون يلمس كل المحتدين يفرح المسكين يسوع القادمون يسوع وحاضرون يلمس كل المحتدين يفرح المسكين خبس البنيني صار لي حمال عني أو قاعدين إما سستوه شخصه القادمون خبس البنيني صار لي خبس البنيني صار لي يسوع المسكين يشبيني 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 يسوع المسكين غير المستطاع يصير يسوع وقادرون يسوع وحاضرون يلمس كل المحتدين يفرح المسكين يسوع وقادرون يشبيني 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 أمين، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ترنيم الجاية كده عايزين نسبح الرب ونستقبل يسوع تخيل كده معايا إن يسوع جاي بيمشي حوالينا هنرحها بيزي هنديله حوضني قول ربي فاكر يا رب فاكر يا رب المعجزة اللي عملتها معايا فاكر يا رب لما أنقصتني من الموت فاكر يا رب تعالوا كده نسبح الرب ونديله كل المجد والإكرام والتسبيح أمين؟ أمين تعالوا نقول يسوع 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 من يسمع صرحة القلب الطعيم وحده الرب يسوع من يقصر قيد ويطلي فنير وحده الرب يسوع من بيجراحي شفائي أكير وحده الرب يسوع 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 يا ربنا الآن أمين فضل اسرع يحو في المنطقة المتحدة لدينا مجرد لنا لذلك يأتي هنا ويأتي لنا مجرد لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 جميعاً 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة olha So I made up charges against him I stirred up a mob and I brought many false witnesses so I got the Romans to hang them up on a tree I killed him I am Barbos I was a famous prisoner موسيقى I am me. I am you. I am us. My sin drove the nails. Your sin drove the nails. Our sin drove the nails. He died because I rebelled against God, because I was not interested in walking in His ways, because I chose a course that took me away from God. And so, there was only one way back, and so God came down. In the form of a man to serve the sentence, to die in your place, to endure sting after sting of your sin, inflicted on His body, to be mocked by your sin, again and again, to be spit on by your sin, right in His face, again and again, and after all that, to take our sin upon His shoulders and stumble through the streets under the weight of it, to be stretched out across our sin and then nailed brutally to our sin until His blood poured like a river over our sin. That's why He came. I am me, and my sin killed Him. I am you, and your sin killed Him. I am us, and our sin killed Him. I am a centurion. I am meek. I am a Pharisee. I am you. I am Barbos. I am a thief. I am us, and our sin killed Him. Seems like all I could see was a struggle. Haunted by ghosts that lived in my past Bound up in shackles of all my failures Wondering how long is this gonna last Then you'll look at this prisoner And say to me, son, stop fighting a fight that's already been won I am redeemed And I am redeemed You set me free So I'll shake off these heavy chains And wipe away every stain Now I'm not who I used to be I am redeemed I am redeemed I am redeemed You set me free I am redeemed You set me free You set me free So I'll shake off these heavy chains And wipe away every stain Now I'm not who I used to be I am redeemed I am redeemed I am redeemed ترجمة نانسي قنقر 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 He does Does our God intend to dwell again with us He does Is anyone worthy Is anyone whole Is anyone able to break the seal And open the scroll The Lion of Jude Who conquered the grave He has saved the dude and the lamb who died To ransom the slave From every people and tribe Every nation and tribe He has made us a kingdom and priest to God To reign with the Son Is he worthy Is he worthy Of all blessing and honor and glory Is he worthy Of all blessing and honor and glory He is worthy He is worthy He is worthy Of all blessing and honor and glory He is worthy He is worthy He is worthy of all blessing and honor and glory He is King He is worthy He is property Of all e too of all injustices شكرا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يا رب من كل قلوبنا بنشكرك من أجل هذا اليوم اللي انت صنعت لينا نشكرك يا رب لأنه فعلا النهاردة يوم قيامة يوم حياة جديدة النهاردة رب بنشكرك لأن نقدر نتغنى ونقول أين شوكتك يا موت أين غالبتك يا هاوية مكتوب يا رب فعلا أن كلنا كلنا كغنى من ضلالنا والرب وضع عليه إثم جميعنا نعم يا رب احنا بنشكرك من أجل يسوع حمل الله الذي يرفع خطيط العالم نشكرك يا رب لأنك لما قمت من الأموات أقمتنا معك وأعطيتنا حياة جديدة أجلستنا معك في السمويات يا رب النهاردة جايين بنشكرك يا رب وبنقولك مع المرنم بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته نشكرك يا رب لأنك بتغفر كل زنبنا بدم يسوع المسيح نشكرك لأنك بتشفي كل أمراضنا لأنك بحبرك بجلداتك إحنا شفينا نشكرك يا رب لأنك أنت معنا في كل ظروف حياتنا يا رب النهاردة جايين يا رب وكل شؤلوبنا إلي نراك يا رب تعال النهاردة رب بمسحة جديدة بكلمة جديدة بمن سماوة حي جديد تعالي رب النهاردة واتكلمنا بإحسان جديد كلمنا رب ببركات جديدة امشي في وسطنا رب اجلس في وسطينا رب من فضلك ضع يدك المبركة على كل واحد مننا يا رب تعالى واهمس في أذننا وقول لنا رب كل واحد على مفرده ماذا تريد أن أفعل بك ماذا تريد أن أفعل بك يا رب النهاردة بنا ناس رب مشتاءة إنها ترفع عيونها ولا ترى إلا يسوع وحده ممجد في المكان يا رب ببركة للأسيس شام مسحة خاصة رب كلام بالروح القدسة رب هيأ قلوبنا هيأ قلوبنا ادينا رب فعلا أن نسمع ما يقوله الروح للكنيسة في هذا الصباح في اسم يسوع رب خلي بركات القيامة خلي نصرة القيامة خلي حياة القيامة وفرح القيامة تملأ قلوبنا رب فنخرج من هذا المكان متغيرين فرحانين لأن فرح الرب هو قوتنا منتظرينك رب في الكلمة ومنتظري الرب لا يخزون باسم يسوع نصر لوليك كل إكرام ممجد أهمية بقنا كم أسبوع شغالين في السبع كنايس وقلنا أن في السبع كنايس في سبع إعلانات كل مرة الرب يسوع كان بيقدم نفسه للكنيسة بصورة مختلفة وبعدين في سبع تحديات ابتدينا في أفاسوس وحضرتكم تفتكروا لما قالوا عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى الكنيسة الأولى اللي بيكتب لها المسيح كنيسة كانت بتحب الرب قوي ومع الزمن فترة المحبة دي وبعدين دخلنا على الكنيستين اللي بعد كده قالوا أنت ساكن أنت عندك تعليم الشيطان وبعدين فجأة مش اتنقل من تعليم الشيطان قالوا أنت ساكن حيثه كرسي الشيطان النتيجة دي أنتاجت الأسبوع الفات لما كنا بنتكلم عن كنيسة تياتيرا الكنيسة اللي بقيت بتمثل بتلعب كنيسة بتلعب كنيسة الناس بتيجيهم لحد المنتظرة الستارة تتفتح واحد هيرنم واحد هيصلي واحد هيوعل وعندما تغفل الستارة رجعنا زي ما احنا الكنيسة بتلعب تمثلية النهاردة بقى دخلين على كنيسة صعبة قوي كنيسة صعبة قوي وهي كنيسة ساردوس خلونا نوريكوا كنيسة ساردوس خلونا اتفرجوا معي على الفيديو ده اللي جاي عن كنيسة ساردوس وبعدين نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه حباي في كل مكان صباح النعمة او مساء النعمة على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه دلوقتي احنا وقفين دلوقتي في بلد اسمها ساردوس الكنيسة اللي في اصحاح ثلاثة او الكنيسة من في اصحاح ثلاثة من الكنيسة السبعة اللي بعت لها الرسول يوحنى وزي ما شاكفين احنا انا هدف الرحلة دي كلها ان انا بقدم برنامج بعنوان الحجارة الحجارة تتكلم فالحجارة اللي وقفة دي اه وبالمناسبة المعبد بتاع ارتميس اللي هنا هو اول معبد يتبني بالرخام الكامل عشان كده البلد دي كانت بلد غنية جدا 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 وبالمناسبة ساردوس هي اول مكان يحصل فيه سك للعملة في التاريخ فعشان كده المكان ده كان مركز اقتصادي رهيب جدا واذا كنا اذا كنا شفنا في كناسة اللي فاتت تدخل الدين مع السياسة وكرسي الشيطان فالنهاردة كرسي من النوع تاني هو كرسي محبة المال وكرسي القوة اللي بتيجي من المكان اللي بيمتلك المال فبكترة المال الناس بتبعد بتبعد تماما عن الله ساردوس المسيح قدم نفسه ليها بوصفين رائعين جدا وانا هتكلم عليهم اكتر طبعا في الحلقة انا بس يعني بتبحها معاكم الفكرة قدم نفسه لانه هو سبعة ارواح الله والممسك بالسبع كواكب سبعة ارواح الله لها معنين المعنى الاول انها بترمز الى رقم سبعة بيرمز الى الكمال الى الكمال فبيتكلم انه ده روح الله الكامل وبعد المفسرين بيروا انه هو بيرجع لاشعية لما بيتكلم عن روح القوة والفهم والمشهورة والاعلان لكن بيقول هنا هي فترة انه بيعلن انه قوة الروح القدس ضد قوة المال فاذا كانت البلد دي بتعتمد على قوة المال فقوة الروح الله الكامل الروح الله الكامل الماسك السبعة الكواكب الى سبعة كناس السبعة كناس فهو كل الله لكل الكنيسة كل الله لكل الكنيسة مشكلة ساردوس انه قال له اسهر وشدد ما قد تبقى لذي عتيد ان يموت فيه ناس بتبتدي مع المسيح بقوة وبتبتدي مع المسيح بعلاقتها مع الله والمدء بالروح القدس بقوة وبعد كده بتنتهي بتنتهي انها بتفطر تفطر تفطر فبيقول له اسحى اسهر وشدد ما قد تبقى لانه ده عتيد ان يموت وهتفضل سايب نفسك لحالة الفطور والبعد عن الله ده اللي هيحصل اه طبعا بس عايز اختم الشورت فيديو ده معاك وقال لكم انه انه اه وانت بتقرى سبع كناس تفتكر من سبع كناس جنب بعض انا بس عايز اقول لكم ان احنا بقالنا تلات ايام بنسافر تلات ايام بنسافر في تلات يعني بيتنا في تلات اماكن مختلفة ما بين كل كنيسة والتانية سواء حوالي ساعتين ساعتين ونص في كناس هنسوق لها اربع ساعات تقريبا من مكان لمكان لكن رائع ان انت تكون بتشهد ان الحجارة تتكلم زي ما قالوا المسيح سكت التلاميذ وسكت النازل لهم ان سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم وانا واقف معاك وهو في مدينة ساردوس والحجارة بتتكلم وإلى اللقاء مع فيديو تاني ساردوس بس يعني هحاول اقدم لكو الدراسة بصورة مختلفة خلوننا اقرأ مع بعض النص في رؤية ثلاثة بيقول وكتب الى ملاك الكنيسة التي في ساردوس هذا يقوله الذي له سبعة ارواح الله والسبعة كواكب انا عارف اعمالك وانا عايزك بس لو انت معاك كتابك المقدس مش كتاب الكنيسة حط خطك تحت تحت كلمة الذي له لانه كان يسنى النهاردة بقت للتوايف والعقائد وللخدام وللكهنة وللقصص وواحد كل واحد يقولك كنيستي وشعبي وطيفتي هنا بيعلن بوضوح ان الحاجات دي كلها في الكنيسة الحقيقية ملك مين ملك هو الذي له فاي كنيسة تروحها مش له ابقى انت في المكان الغلا مع احترامي مع احترامي للكل انا عارف اعمالك انا عارف ان لك اسم انك حي وانت ميت ودي خطورة كنيسة ساردوس كنيسة بتمثل حياة بتعيش قدام الناس قدام نفسه لكنه في نظر الله ميت حد فاكر حد فاكر ما اعلمش هاخدكو برس دي حد فاكر في اعمال 12 لما الملك كان بيتكلم وبعدين الشعب كله صرخ وقال ايه هذا صوت اله لصوت انسان يقولك تاب حاجة غريبة جدا يقولك فضربه الدود ومات قررناها قررنا نص ده صح قررطوك لكم دربه الدود ومات كلنا عارفين اللي دفن الحد ان الدود بيجي بعد يعني دي يقولك ده دود يعني مات وانت ودود الراجل ده كان حي صح له اسم انه ده الناس بيقوله ده انت ربنا ده انت زي ربنا لكن دربوا الدود معنى ان دربوا الدود وهو حي انه هو كان في نظر الله من الاساس ايه احكي لكم بعد كده الدود ده جبنين الدود ده الدود ده اغلب المفاصلين بينه انه دي الدودة الشريطية اللي بتبقى في في الامعاء وفي الكابد وفي الحاجات دي وبيبقى فيه زي سست كده زي بيسمونه السست بالعربي ده كيس ماير كيس كده جوه فالكيس ده ممكن لما ينفجر يبقى فيه مثلا الف دودة والدود ده بقى قوي جدا انه عشان كده كان بيتقلم جدا هو بيموت لانه ويقر جواه بقى بيكل وهو حي وهو حي بس انا انا فكرت ده وهو بيقول لك اسمه انك حي الناس بتقول عليه اله وهو اصلا في نظر ربنا مدو يعني مدو كن سهرا عدد اثنين كن سهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد ان يموت لاني لم اجد اعمالك كاملة امام الله فاذكر كيف اخست وسمعت واحفظ وتب فان لم تسهر اقدم اقدم عليك كلص ولا تعلم اي ساعة اقدم عليك عندك اسماء قليلة في سردوس خد بالك انه في كل مرة يقول له عندك اسماء قليلة اتنجسوا وتبعوا تعاليم الغرب تعبوا تعاليم النقلويت عندك المرادة العكس عندك اسماء قليلة هي اللي لسه حفظة الايمان انتبعيني عندك اسماء قليلة في سردوس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانه مستحكون من يغلب فذلك سيلبت ثيابا بيضا ولن امحوا اسمه من سفر الحياة وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة سردوس سردوس كانت عاصمة في مملكة قديمة كان اسمها مملكة ليديا واذا ما تسمعتوا كانت المملكة دي مملكة مشهورة قوي وكان فيها اول مرة يعملوا مصلحة سك العملة ويبتدوا يحطوا صور الامبراطور على العملة وبقى اتحاجات مشهورة قوي واختاروا في مملكة ليديا اختاروا سردوس لانها مبنية على جبل عالي قوي فقالوا انها المدينة التي لا تخترق عارفين اللي راح فيكو الصين اصور الصين العظيم صعب انك تطلع على يعني فقالوا ان ما فيش جيش ممكن يحارب سردوس ويقدر يطلع كجيش يهاجم البلد فاختاروا سردوس باسورها بمكانها العالي ده علشان تبقى العاصمة التي لا تخترق عاصمة ما حدش يقدر يقرب لها الشيء الغريب قوي ان العاصمة دي اخترقت مرتين مرة على يد كورش ومرة على مالك تاني اسمو انتيخوس والهزم المدينة دي كلها واقحها عسكري واحد عسكري واحد تسلق مش الجيش تسلق لقى العساكر اللي واقفين على الحدود احنا بقى لا نخترق احنا احنا بتقربنا احنا كبار ولما تنام الكنيسة تقرب لما نام الحراس العسكري ده قدر يدخل والناس نايمة فتح الابواب الجيش كله دخل بسهولة وصحي الصبح لقى ونفسهم محتلين وكأنه ربنا بيقول له خد بالك وده اللي هتكلم عليه اكتر ما بيقول له اسهر وشدد بيقول له خد بالك انت بلد احتليت مرتين بسبب نوم الحراس نوم الحراس السور الصين العظيم برضو يعني وقع مرة بس بقى مش بسبب النوم بسبب الرشو تتقرأ عنه في التاريخ انه انه ضحكوا على عسكري من اللي واقفين ودولوا رشوة وقدر الناس تختار قصور الصين بس سارتوس كانت مدينة على العالية جدا ويعني ممكن تبقى روحيا مرتفع جدا وكل حاجة بس وانس انك تنام روحيا انت بتدي فرصة لعسكري صغير يوقع البلد يوقع البلد كله هش كده ربنا بيقدم وصفه للكنيسة دي بيقوله هذا يقوله الرب الذي له سبعة ارواح الله والسبعة كواكب سيمتلكوا حط خط تحت كلمة له له نحن له احنا بتوعه احنا ملكه ككنيسة وكافراد وكعائلات احنا ملكه ويوم ما بتبتدي تفكر انه انا ملك نفسي انا انا صاحب الفكرة انا صاحب القرار انا والذات بتاعتنا تكبر يوم ما انت بتقطع العلاقة بينك وبين الله وياما كنايس كتير قوي ليها اسم انها كنيسة ليها اسم انها حية بسميتها لانها مش للرب مش للرب عش كده ربنا في المسيح كان وهو بيتكلم مع الكنيسة دي كان بيعالج خطيه كبيرة هي خطيه التدين التدين الروحي واكتر مصيبة احنا عايشين فيها في هذه الايام هي مصيبتنا مش مع الخطى الاشرار اللي برا مع المتدينين اللي جواه والمتدين يعني في مرة كتف مكان وفي بلد وكانوا عاملين اكل صيامي للصايمين واكل افطاري للفاترين وهم كانوا فردين بس فردين بس لصايمين عن كل المجموعة وكانين جات لي مرات واحد منهم قالت لي اسيس قوله ياكل فبقوله ما بتكوش ليه ما ده في تربيزة صيامي مخصوص قال يا نضمن منين ان السكينة اللي قطعت بيها مش عارف ايه ما عدتش على سكينة تانية على تانية كان فيها وانا انا سعقت من الرد انا سعقت من الرد قلت له انت متخين ان ربنا سايب الكون ده كله واحد عشان يبص على السكينة لمست ايه ابن ما تخش بطنك ده يبقى ربنا يعني ايه بس هو ده التدين التدين انك خايف من الحرف اكتر من انت بتخاف الله قدرين انت تفهموا الفرق بالاثنين انت خايف من الحرف انت خايف لقلا تكون حصل ده التدين التدين بيحافظ على الشكل العام بس ما يهموش عش كده ما يقولي كتاب كذا مرة هذا الشعب يكرموني بشافته اما قلبه فمبتعد المصيبة مش ان انت بتحافظ على الحدود دي المصيبة انك ما تكونش عايش الحدود دي عش كده بيقدم نفسه بيقدم نفسه بيقول الذي له سبعة ارواح الله وزا ما انا سمعتوني اللي هو الروح الكامل كمال الله وكمال روحه مقدم بالكامل للكنيسة وله سبعة كواكب سبعة كواكب اللي هم في اغلب المفسرين بيقولون سبعة كواكب هم سبعة رعات الكنيس وده طبعا اسهل حل لانه كلما تحصل مصيبة طول الاسيس احنا مال ملاك هذه الكنيسة اخفيه اخفي عبدا خلال طيب بص بقى انا عايز اقول لكم كمان روح الله بيعمل ايه شعي 11 لما بيكلمنا عن ويحل عليه ويحل عليه هاي عشك اللي بقول الذي له الذي يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب خلوني اقفلنا لحظة احنا كانجليين انا كامع المشيخين اي حد تاني يسامحني في اللي اقوله في الانجليين المشيخين احنا عادنا سنين طويلة بنخاف نتكلم عن الروح القدس لانك وان سنك تقول الروح القدس يقول لك هاي الاسيس عايزنا نتكلم بقى السنة الاسيس عايزنا نعمل نبوات يا عام يا عام اسوأ ما في الدنيا ان احنا حدينا الروح القدس في مواهب اسمعوني كويس الله يخليكوا نعافنا انا على الهواء اسمعوني كويس اوعى تحد الروح القدس في المواهب الروح القدس يعطي مواهب لكن الروح القدس اعظم جدا انت بتتكلم على الاقنوم الثالث على روح الله ومين فينا مين فينا ما يبقاش امنية حياته انه يوميا يمتلئ بالروح لو الروح اديك بصوا يوم الروح يديك موهبة من المواهب دي صدقني مش هتعارض لانها انت تبقى عارفنا هجت من الروح عشان كده لما بيكلم يقول يحلوا عليه روح الرب الذي له السبعة ارواح الله السبع ارواح بتاعت روح الله الكامل ممكن يكون للكنيسة وممكن يكون ليه مين فينا ما يحتاجش انه يصحى الصبح يقول له رب انا عايز روح الحكمة في وسط قرارات عاملين ناخدها كل يوم مين فينا مسحاش الصبح يقول له رب انا عايز روح المشهورة مش عارف اروح هنا ولا اعمل ايه مين فينا مسحاش الصبح يقول له رب انا عايز روح القوة والمعرفة روح الحكمة روح المخافة انا عايز عايش النهاردة في مخافتك انت لما بتتكلم عن الملء بروح الله المواهب جزء منها زي ما ثمر الروح جزء منها لكن اللي بيدي الاثنين انا مش بحب ربنا عشان مواهبه او مش بامتلي بالروح علشان الثمر انا بامتلي بالروح لانه ده روح الله اللي به نحيا وانا تحرك ونوجد روح الله الوحيد اللي يقدر ياخدك ويدخلك الى اعماق الله اعماق الله اللي مش ممكن حد فينا يفهمها ولا يستوعبها الا لو اتملت بالروح وكنت في الروح فتقدر تفهم ارواح الله وتقدر تفهم اعماق الله الذي له سبعة ارواح الله وسبعة الكواكب مرة تانية عايز ااكدلكو ان الكنيسة الحقيقية هي كنيسة ملك للرب مش كنيسة ملك الاشخاص ولا طوايف ولا عقال ملكه ليه الكنيسة ملك الله ليه هو رأس الكنيسة وسيدها ببساطة جدا 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 لانه هو الوحيد الذي مات من اجل الكنيسة وهذه الكنيسة الحقيقية هي عروس المسيح ما تنفعش تبع عروستي ما نفعش تبع عروسة حد تاني حتى مهما انكبر شأنه هي الكنيسة هي عروس المسيح له المجد فيه الكنيسة حكث لكم مرة عن حد كان بيزور روما في فوقت من الاوقات وبيفرجوه الحاجات الكبيرة قوي العالية والذهب والكاهن مفتخر انا لما بيجي حد بقوله بص عندنا حماميات عندنا 11 الحمام في كنسة انا بفتخم الحمام لكن هما في روما طبعا بيفتخروا بالذهب والحاجات دي كلها فبيقول للراجل بيقول للضيف الراهب اللي كان بيزوره بيقوله بص اظننا ان احنا ما نقدرش من النهاردة نقول ليس لي فدة ولا ذهب شايف الفدة والذهب اللي عندنا قديه قال له رائع وفي نفس الوقت تدرش تدرش تقول وباسم ياسوح كوم وامشي تدرش وهذا اللي عنده ده ما عنده ده ما عنده ده بطرس ما قال له ليس لي فدة ولا ده ما عنديش بس انا عندي ياسوع لكن اما بي عندك دول ما عندكش ياسوع تبقى باش كنيسة عشان كده خدوا بالكو خطورة جدا للي معانا وللي بيسمعوني روح كنيسة رأسها المسيح ويوم حد يكون بيقولك لا دي كنيسة فلان او دي ملك فلان الكنيسة ملك هو بص يقول عنيه عن الكنيسة يقول ليه عن الكنيسة وهو رأس الجسد نكلم عن رب ياسوع هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكره من الاموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء في كلوسي واحد طب افاسوس خمسة ايوها النساء اخضعنا للرجال كنا كما للرب لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة المرأة دعوني اعمل فرح في ولاية في الاست دعوني ايوها النساء اخضعنا لانك لو قلته هتقول لك لا فرح كان امريكاني يعني هتقول لك لا قدام الناس فمتحطنيش في الموقف ده هتقول لك انا اعتذر عن الفرح الناس مش فاها الناس رحية مش فاها وبالمناسبة اول واحدة قالت الاية دي لا تذكر كانت الليدي دايانا وديك شفته ايلا حصل هي اول واحدة طلبت من الارت بيش بتاعها ان قالت له من فضلك متوعصش عن افاسوس لان انا اقول لا قدام الناس فتشالف فبقيت النموذج بتاع اغلب النيو او المودرن ودينس ما تبلاش خمسة اتنين وعشرين يعني ما حبكتش لكن هناك كتاب واضح واحنا هنفضل لغاية ما يعني انا بكلم لغاية اماموت وربنا يبعط لكم اسيس تاني انا لغاية اماموت كلمة الله هي انا مش هدر اخرج عنها وانا مش احنى على الناس من ربنا ولا احكم من الناس من ربنا مش هيحصل يقول لي ايها نساء اخدعنا للرجال كنا كما للرب لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة ومخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء للرجال هن في كل شيء ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلمها نفسه لاجلها لكن لكي يقدسها مطاهرا اياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه خدوا بالكو ان كل حاجة للكنيسة وانا وانتو كجسد وعروس المسيح راجعة ليه هو ليه هو ليه كنيسة ساردوس كنيسة خطيرة بصوا بيقول له ايه انا عارف اعمالك ودي تخوف بيقول له انا شايفك بيقول يهشام انا شايفك شايفك في البيت وشايفك في الشارع شايفك في مخدعك شايفك في ماشيك شايفك في ردودك على الناس شايفه في انفعلاتك اللي محدش تاني شايفها انا عارف اعمالك وده بيخلينا نفكر كويس قوي في كل عمل بنعمله مش العمل الظاهر لكن كمان العمل الخافي انا عارف انك ليك اسم انك حي بس في الواقع انت ميت لانه العلاقة الشخصية اللي بيني وبينك مقطوعة يا عام زايد عايش فاكرين الابن الضال لما ابوه رجع يقول افرحوا معي لان ابني هذا كان معانه هو كان ميت هو كان عايش وبياكل خرنوب مستمتع بالخنازير والراجل كان اخر تمام كان عايش كان في وجهة نظر اللي حواليه حي كان في وجهة نظره نظره النفسي انا حي لكنه في وجهة نظر الآب اللي بيدور مش على انك بتتنفس وتاكل وتشرب في وجهة نظر الآب العلاقة عشان كده النهاردة لو انت بتتفرج علي لو انت عاد في الكنيسة النهاردة النهاردة يوم انك ترجع مرة تانية حي مرة تانية وبيقول للكناز كتيرة انا عارف ان عندك مباني رائعة وخطيرة ومباني ضخمة وعارف انا عارف كل ده بس ده ميت انت ميت انا عارف ان عندك انشطة كتير قوي وبتساعد الفقرة وبتعمل 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 بس انت ميت انا عارف ان الناس شايفك حي بتتحرك وبتتكلم لكنك لان اللي انا بدور عليه مش انت بتعمل ايه برا انا بدور عليه العلاقة الشخصية اللي بيني وبينك لك اسم انك حي وانت ميت حاجة الغريبة في ساردوس يا جماعة اللي بيدرس السبع كناس انها الكنيسة الوحيدة لما المسيح ملقاش ولا حاجة يمدح فيها ولا حاجة تخيلوا يعني كده مثلا ايه تخيلي كده لما يقولك ايه رأيك في جوزك وتعاضي عشر دقائق كده عملت فكرة لعيزة تقولي على حاجة كويسة هو لا لا هقولك لا 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 ده كتير رسو كتير بس السؤال البعض ملقاش حاجة في قفة ملقاش حاجة في ساردوس يقول عليها كويسة ملقاش بس تخديم بالك انا بحترم مراتي كما لا ارتش على مراتك كنت هي اللي هتدور مشكلة كنيسة ساردوس انها كانت خالية من المحبة لكن انا في وجهة نظري انه كنيسة ساردوس مصيبتها الكبيرة انها كانت خالية من الحضور الالهي واي هيكل انا او انت او انتي اي واحد فينا في بيته وفي حياته خالي من الحضور الالهي هو ميت مش حالي هو ميت مش حالي لما بتنام الكنيسة تصبح زي اي مؤسسة اجتماعية دنياوية تقدم احتياجات مادية نفسية اجتماعية ترفيهية وبعدت عن الهدف الى الكنيسة اوجدت من قبل من اربعين خمسين سنة ابتدت الكنيس في المهجر وفي الغرب وبعدين اتنقلت عندنا في الشرق ينادوا بحاجة اسمها انسانية الانسان جميلة او تعبير رائع انسانية الانسان انا شخصيا كنت بسقط في الفلسفة الحمد لله انسانية الانسان يعني ايه بقى انسانية الانسان قالك الكنيسة عاشت سنين كل اللي بتقدمه للمجتمع يسوع المخلص اه ايه اللي مزعلك في كده يعني الفين بقى يسوع كان يقول يصنع خيرا فحنا عايزين نعمل شفت من بدل ما نتكلم عن يسوع المخلص نتكلم عن يسوع الذي يفعل خير وذلك اليوم انه رأيكم كل المحطات وكل موائد رحمن في كل الكنيس وحاجة رائعة انا انا مش ضدها عشان ما حتى يفهمني غلط وحنا على الاواء انا انا مع الخير خير بس خدوا بالكم يوم الكنيسة ما تقدمش غير كل ما هو نفي اجتماعي ترفيه الكنيسة لم توجد الكنيسة عشان كده الكنيسة موجودة عشان ايه بص بقى انا فوقت نظري الشخصي المتواضع الكنيسة موجودة عشان تقود الناس للمسيح نمرة اثنين اللي بتقودهم للمسيح تجعلهم يشبهون صورة يسوع وبعدين يدركوا دورهم كنور وملح وبعدين ترسلهم للعالم عشان يجيبوا ناس جديدة عشان يشبه صورة يسوع هذه الكليسة هذه الكليسة ده دوري كمؤمن ده دورنا ككنيسة ايوه انا بقدم فود وبقدم اكل وبقدم بطاطين بس انا بعمل كل ده من خلال يسوع واللي مش عايز يقبلها مقدرش ما يقبلهاش انا مش مطرقة فقدم للناس اقول باسم الاله لازي نعبوده جميعا لا لانا مشكلة في الاله لازي نعبوده جميعا ما تزعلوش مني انا ربنا بتاعي بقى لي 40 سنة اسيس ربنا بتاعي اللي انا بحبه اللي انا بخدمه اللي انا مساعدة اموت دلوقتي عشانه هو ابو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح اي رب تاني ما عندوش ابن اسمه يسوع المسيح انا معرفوهش ما تكبرنيش ان انا اقول اي حاج عشان ارضيك وانا هادخل بعد كده عزي احنا الكنيسة بتتحاول انها ترضي المجتمع انا مش محتاج ارضي المجتمع انا محتاج حضور يسوع حقيقي لانه لما يسوع كان موجود صار خوف في كل نفس لما يسوع مش موجود بقيت الكنيسة هي الخايفة من كل اللي حواليه من كل اللي حواليه يبقى اربع حاجات عشان برضو لو نسيتوا الوعظة احنا دورنا ان احنا نجيب ناس للمسيح نجعلهم مشابهين صورة المسيح نجعلهم مدركين لدورهم كنور وملح نرسلهم للعالم ليكرزوا بالانجيل فيجيبوا ناس مرة تانية ليسوع المسيح لك اسم انك حي انت بتقول لي عن نفسك ازاي انت شايف نفسك انا شايف نفسي احسن اسيس في الدنيا انا شايف نفسي اجدع مرنم انا شايف نفسي احسن شايف نفسك حي طب الناس بتشوفك ازاي لان هذا اللي بيخطر في بلنا تاني اهم حاجة الناس شايفان ازاي بس هو السؤال الاصعب ربنا شايفك ازاي ربنا شايفك ازاي ربنا شايفك ازاي كيف هراك الله نفسه يعقوب بيقول ايا حلو قوي بيقول لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني لان ايمان بدون اعمال ميت حتى لو كان اللي بيعملها لها واسم انه حاجة انتم معايا؟ واحد تاني يقولك انا عايش في الكنيسة للنهار انا بدافع عن الايمان انا دانا حتى ممكن اقتل الناس عشان اخواتي وعشان العقيدة لكن بلا ثمر عامل زي سانجان يرن بصوا يا جماعة الكنيسة التي لا تربح نفوس ولا تنمي اعضاؤها كنيسة ميت عجبتني اوي الجملة دي قالها واحد قال الكنيسة بقت فولي سيكولورايزد عشان ان شاء الله كن نطقي صح للعالم الخواجات الفسطينة الكنيسة في العصر اللي احنا عايشين فيه اصبحت كنيسة علمانية لا تحت انا عايز اوفق ما بين الايمان والاخ داروين ربنا يبارك الاخ داروين انا ما عنديش مشاكل في داروين داروين عايز جده يبقى يرده هو حر يا اسيس العلم انت بتهاجم انا مش بهاجم العلم يا جماعة انا مالي انا عندي الكلمة النبوية وهي اثبت اه بس اليوم ربنا بيقول سبعة ايامه ازاي بس دي خدت مئتين وخمسين مليون سنة انا نفسي افهم اللي قال مئتين وخمسين مليون سنة عاشهم ازاي عشان يحكم وليه انا مضطرة سدق اللي قال مئتين وخمسين مليون سنة ومش مضطرة سدق الواحد حد نفسي حد يرد علي علي انا شام مش عليكم علي انا نفسي حد يفهمني ليه انا مصدق انه الحقبة دي للحقبة دي خدت مئتين وخمسين ولا ربعمائة مليون سنة وانا مصدقه برغم انهو مع عاشر ربعمائة مليون سنة هو باني باني كل افكاره على تحليل طيب كده بالبلدي اغلبكم شجي الكنيسة تاني معلش بس بالبلدي اسمعوا لي انا رجل البلدي بالبلدي مين انا عشان احكم ان اليوم بتاع ربنا اللي بيقول وكان صباح يوم جديد اليوم ده خد من ربنا كم مليون سنة اخو لو رأينا مصدق ان ربنا خلق اقدر اصدق ان اللي عمله ده كله يقدر يعمله في الزمن بتاعه هو انا بحاول احط المحيط في كوباية مية ولان كوباية المية مش ساعة على المحيط بقول المحيط مش موجود يا جماعة الموضوع 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 ابسط من كده انا مش مضطر ادافع عن ربنا انا مش مضطر ادافع عن ربنا لما ربنا يقول خلقهم ذكر وانسة انا مش مضطر ادافع عنه انا مش مضطر ادافع عن ربنا قدام المجتمع انا مش دوري انا دوري اقول ربنا بيقول ايه او انتوا معي او نمتوا مني هنزل لكم بجد لكي انا محموق ماهر سامويل الدكتور ماهر سامويل تلاقي اكتر خطايا الكنيسة بقيت جنسية لانه المجتمع كله بقى اباحي لما بيكون جاي من مجتمع سلطوي دكتاتوري يعني تلاقي اغلب رعاة الكنيس في المجتمع ده دكتاتورية وهو بيقول ان الان يحدث في ساردوس في كنيسة ساردوس كان تمثيل للي بيحصل في المجتمع مش كلا في كنيسة ساردوس انها دابت تماما في المجتمع انها عش كده قال له عندك قليلين اللي ما دابوس عكس كل الكنيس اللي فاتت الكنيسة ساردوس دابت في المجتمع تماما بصوا بقى انا شام بصق بحاجة واحدة ان الله اوجد الكنيسة لتقود المجتمع لا ان تردي المجتمع الرب اوجد الكنيسة لتقود الناس لا لتقود الناس اليوم الكنيسة تحاول تردي المجتمع لعل المجتمع يرضى علينا مش هيرضى حيطلب المزيد نحن لدينا في الكنيسة المنشيخية لا تصدقوا أن من سنة 38 قرن الماضي يعني من حوالي 80 سنة يعني 80 سنة فاتت بقى محسبوها 80 سنة فاتت وفي كل مجمع وفي كل محفى العام كان يتقدم ورقة عن رسامة الشوائزة من 80 سنة وكل سنة الورقة تزيد والمجمع يقل لغاية أما من 10-15 سنة أصبحت كل المجامع بتقول نحن نرسم ونجوز ونفعل ما نريده لهم عندهم أجندة ونريدنا نريدنا الناس ونريدنا نريدنا المجتمع أريدنا نرضي القانون بتطوير وقت أوباما، نريدنا القيادة السياسية، ونريدنا نرضي لعل المجتمع يرضى علينا عندما يرضى النار، وصلنا للزمن قبل الحدث، التهديد الذي قامنا لو أنت تكلمت عن هذه الناس في المنبر، يمكن أن يكون الكنيسة قبل ونسحب منها الترخيص كيف تتخيل الوضع كم تحاول أن نرضي المجتمع؟ أنت بتدي باب لإبليس أنه يدخل بكل قوته وبتقول له حاضر أنا أنا موافع على اللي أنت بتعمله العلاج عشان ما تقولش عليكم العلاج قال له اسهر وشدد ما قد تبقى وأروح حاجة وأنا بحضر الوعظة دي يعني أقول رب أنا فعلا مين فينا عشان يستاهل يعني فعلا يعني برغم كل المصايب اللي في ساردوس لكن لسه بيقول له في علاج يعني فعلا حاجة رائعة أن ربنا بيعود ويصنعنا وعاء آخر ما بيرميش شطينا دائما كاتروزينا تقول لي يعني ليه ترضى أن كل شوية رب تقع وبعدين يحطك تخضع من أول مرة عارفة كم واحدة تحط على الضلاب الفخاري ويقع بعدين بصر المسيح يقول ليه قصبة مرفوض مرضوضة لا يقصر يعني حتى لو أنت النهاردة قاعد في الكنيسة ولسه عندك فتيلة جزء من اختبارك بتاع عشرين سنة فيها تتسى موجود جواك محبة قديمة كانت لربنا خدمة كنت بتعملها بشوق وحسيت أنه مع الزمن كل ده بتدى يروح الرب النهاردة بيقول لك أنا حتى الفتيلة المدخنة دي ما بدي عشر قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفق حتى يخرج الحق للنصر طيب عايز أف معكم عند كلمة ما تبقى إيه بقى ما تبقى ما تبقى مش أشخاص لكنها أمور ما تبقى أسهر وشدد ما قد تبقى مش بيتكلم على العشر اللي لسه ما تنجسوش كلم على حاجات كانوا بيقول لهم إيه أنا يعني ده تخيل كانوا بيقولوا أنت يا كنيسة يا مؤمن كنت زمان قوي مؤمن بالصلاة فاكر كام فاكر لما سلبت حياتك للمسيح الجديد وكنت بتقعد بتصلي وتقعد وقته وتبقى فرحان قوي بالرب وجاي بكراسة تكتب أنا النهاردة سلبت من الرب والرب استجابي فاكر لما كنت بتعمل كده وبعدين مع الزمن مع الزمن مع الزمن بقيت بتصلي لما لما عيالك يكسفوا كلك ده تصلي على الأكل فبيقولوا بص اسهر وشدد ما قد تبقى أنت لسه الفتيلة بتاعت إنك الصلاة دي لسه موجودة حاول تنهضها فاكر لما كنت بتقعد تدرس الكتاب وتخطط بأحمر وده وعد وده آية وده بتاع وتحضر درس كتاب وتحضر فاكر يا كنيسة لما كنا بنعمل درس كتاب وكنا 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 آه بس بقى الزمن كلنا تشغلنا وكلنا معدناش وقت ومش هنسوء معدناش وقت لذا كله بيقولوا اسهر وشدد ما قد تبقى التبقى وهو عتيد إنه يحصل إيه؟ يقفل تغفل 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 تغفل. وهو قال افاكر لما كنت بتخرج كرازة في الشارع وووووووو.. دلوقتي بقيت مهتمة بالأنشطة والمباني والسياسة والمؤامات ومشاف إيه؟ لسه فاضل حاجة بسيطة حاول إنك تشدد اللي لسه فاضل في حياتك الروحية قال له اسهر وشدد ما قد تبقى لا دي هو عتيد اللي هو عتيد انه دي عامل زي الشمعة عارفين الشمعة اللي خلاص بتطفي الشمعة اللي بتطفي نفكرنا ده بمثل العزارة فكرين العشر عزارة يقول كتاب عنهم نعيسنا جميعا ونمنا لكن خمسة كان معاهم الزيت عدد حداشر وبعد حين رجعت العزارة الأخريات وقلنا يا سيد يا سيد افتح لنا فأجاب العريسة الحق أقول لكم لكن ما عرفق ما عرفق ما عرفق ما عرفق بصر اللي بحب يصور أو ياخذ بصر اللي قاية دي عن السهر في مرقس 14 يقول لي اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة الصلاة والسهر تخليك تبقى محمي من التجارب يرجع مرة تانية في مرقس 13 يقول لهم انظروا اصهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت اصحى اصحى وصلي في كرونسس الأولى 15 يقول اصحوا للبر ولا تخطئوا بألرت اصحى كلمة بإصحى معناها بألرت بالضبط بألرت في بوترس الأولى يقول إنما نهاية كل شيء قد اختربت فتعقلوا واصحوا للصلاوات انا معنا مريم مش موجودة مريم يوم الثلاث تخش وتقعد تلف على كل الكنيسة كنت مع الصلاة بدأ مع الصلاة بدأ مع الصلاة بدأ تعقل واصحوا للصلاوات تعقل واصحوا للصلاوات بوتروس الاولى خمسة يقول اصحوا وصاروا ايات كتلاوة انا الكتاب مليان ايات عن الصحيان والصهر بس انا حبيت اخذ اربع خمس حاجات تهمنا في حياتنا الروحية اصحوا وصاروا لان ابليس خسمكم كاسد زائر يقول من تمثا من يبتلعه واول واحد عايز يبتلعه انت شريك حياتك عيالك خدمتك ولو انت نمت وسلمت سلاحك هضير بيقول له اعمل ايبا بيقول له اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب العلاق دايما بيبتدي بانك تذكر ازاي كانت علاقتك مع الله انا عمري ما هنسى الليلة اللي انا سلمت فيها حياتي للمسيح وانا اغلبكو سمع مني الاختبار دي قبل كده انا طول عمري اه للأسف كنت مؤدب عمري ما عكست بنت في الشارع عمري ما عملت اي حاجة فانا التجديد ما عنديش قصة اختبار اقول لي يا جماعة انا كنت وحش قوي بسمع الاختبارات دي ببقى بتجنن قولي ريتنا يعني انا كنت وكنت وبعمل وبفرد المطوى يعني كده ما 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 عيشتش كده الاسف امي وابوي يا ربولي كويس يعني لا ما عنديش حاجة حرشة يعني عارفين ما عنديش حاجة كده يعني صح يا حنان ولا هل تعرفين يا الحمد لله الى ان انا انا مجددت في ترنيمة مش في وعظة كنا في كتماع شباب كينيسة الجيزة الانجلية و كنا بنرنم الترنيمة بتاعة مولايا قد سفينتي في بحر شدة الحياة وزرع في قلبي سيدي كل البذور المنطقة والقائد قال جملة واحدة فرقت في حياتي قال مين بيقود سفينة حياتك مين اللي قاعد في بداية المركب مين اللي ماسك الدفة إذا أنت اللي ماسك الدفة تأكد أنك هتخبط في حياتك حتى مهما كنت مهر لكن لو سلمت حياتك للمسيح هو هيقود دفة حياتك وده الليلة اللي أنا ركعت فيها وسلمت حياتي فيها المسيح تبقى فرحان تبقى فرحان تبقى عايز تبقى كمية كم هائل من الشعور اللي بيخدش في حياتك لما سلم حياتك للمسيح بعدين لما بقينا مؤمنين المشاعر دي كلها راحت فين ما بقيتش يتهزنا يعني خلاط عش كده بيقوله أذكر كيف أخست العلاقة العلاج علشان تبقى تبقى مش حق تبقى مش ميت تبقى حي إنك تفتكر أيام ما كنت حي زي الإبن الضال لما رجع وقال كم أجير لأبي يفضل عنه الخفز وأنا أهلك وأقوم وأرجع لما رجع إلى نفسه وفي الوقت اللي إحنا عايشين فيه الدنيا صعبة قوي كلنا مسحومين جدا وكلنا جداولنا مليانة وكلنا ساعاتنا مليانة بحاجات كتير قوي ما بقاش عندنا دقيقة كل واحد فينا يقعد معه نفسه مش كنت بيقوله أذكر 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 إزاي بداية علاقتك مع الله كانت أذكر أذكر التعليم اللي أنت تعلمته أذكر الإيمان اللي أنت حفظته والكلمة المقدسة يا جماعة ببساطة النهاردة لو أنت عايز تنسى كل الوعزة أنا بقولك النهاردة زمن توبة ورجوع من الموت لرجوع للحياة ما ينفعش تفضل واقف لك اسم أنك حي وأنت ما ينفعش ما ينفعش لأنه هنيجي بقى في اللودوكية هيقوله أنا مزمع عن أتقائك وخلاص هيبقى في وقت ما ينفعش في التوبة إحنا في زمن رجوع في زمن رجوع للرب أذكر من أين بصوا في تسنية 6 يقولوا اسمع يا إسرائيل الرب إله أنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك إحنا ساعد بنقعد نحكيه لأولادنا زمان لما شوفت أمك كانت عندي العربية اللي هي بتتجر دي بنحكيه لأينا نجحتنا أنا موجودت نفسي في الدراسة في الجامعة ده أنا عملت ده أنا عملت أول أول خمسة ساعة إزاي بنحكيه لأينا هنا هنا بيقولوا بيقولوا خد بالك لو أنت عايز تعمل ناس صح اسمع يا إسرائيل اتذكرت لك تسمعته الرب إله أنا رب واحد تحب ربنا من كل قلبك من كل في نفسك من كل قوتك والكلام اللي أنا بوصيك به كلام ربنا مش كلام العالم ولا كلام الفلسفات ولا كلام العقائد كلام ربنا قصها على أولادك ولما تقعد تتكلم تتكلم بيها أنا ياما ناس بتقول لي يا أسيس لما العيل بيجوا لو جيت بس أقول لهم ربنا يقولوا مام هنمشي داد احنا صحيح مش دي الأجيال اللي احنا من زمان سيبنا لهم الحبل النهاردة احنا بننفع التامن مش عايزين يسمعهم مش عايزين يسمعهم انتو ده قديمة انتو كالتشر تقولوا يا عمي ده مش كالتشر ده ملكوت الله مرهوش دخل بالكالتشر عشان كده بيقول للعيلة بيقول للعيلة بيقول للعيلة قصها على أولادك تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام لهو قال له في نموس رب يلهج وأنا قاعد مع عيالي وأنا قاعد مع في البيت وأنا قاعد مع تكلم بكلام بكلام ربنا اربطها علامة على يديك ولا تكون عصائب بين عينيك واكتب على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك فالناس لما تدخل البيت ده مش مسموح له أن يقول نكت خارجة ولا يقول قصص خارجة ولا يقول حاجة خارجة لأن البيت ده متحوط من أول الباب عليه الوصايا من جوه الباب ما بنتكلمش غير عن ربنا أنا مش محتاج أرضي الزبون اللي جاي يزورني أنا مش محتاج أنكر الايدنتي بتاعتي كابن لله علشان أرضي صاحبي اللي مش بيؤمن بالله هاي بيأسيس وصل كده هنبني أن نبال بس تخد بالك أقول لكم حكاية لسه سماحة النهاردة إذا ما قابلتش المسيح وما ساعدتش الناس أن هتقابل المسيح على الأرض كمخلص وتاخد منه الخلاص هتروح تقابله هناك ومش هيبقى قدامة غير القصاص فلو أنت بتحب حد قدم له الخلاص خليه تقابل مع المسيح المخلص مع المسيح المخلص إن لم تزهر هاقدم عليك كلص وده مش بيكلم عن المجيء التاني بتكلم عن زيارة افتقادية مرة قال للأفاسوس فاكرين لما قال له هاجي وأو زحزح ونرتك فيه رسالة تحذير ليه لأنه ربنا لسا بقي علي وعليك وعليك بس ليه تستنى الغتا مالقيت تبقى تقيلة ليه ليه تستنى الغتا معيالك يقعو تحت فخ التأديب ليه ليه الزيارة دي مختلفة ليه عن المجيء التاني بصوا ما سيحصل في المجيء التاني يعني بيقول ولكن لا يخف عليكم هذا الشيء الواحد أيها اللي أحباء أنا يوما وحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد لا يتباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ولكن سيأتي كلص في الليل سيأتي اليوم سيأتي بحدش عارف عندش عارف سيأتي إنهي إنهي بصوا في بطرس التاني يقول تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها فبما أن هذه كلها تنحل هذا ما سيحصل في المجيء التاني أن الأرض كلها ستروح لكن الزيارة اللي بيكلم عليها أنا زيارة افتقاد جاي بيقول لك يا ابني فوق يا ابني أنا مش عايزك تفضل ميت أنا مش عايزك تفضلي ميت أنا عايزة أرجع مرة تانية العلاقة اللي بيني اللي بيني وبينك حتى نختم معاكم فيه ثلاث بركات الرب بيديها في ساردوس اللي ليس هيتنجس قال له عندك قليل اللي ما تنجسوش نمرة واحد هيعترف به أمام الآب والملائكة نمرة اثنين لن يمحوا اسمه من سفر الحياة نمرة ثلاثة هيمشي معاه في ثياب ضيل ثلاث بركات أروع من بعض وعش كده قال اللي هيعترف به على الأرض أنا هيعترف به في السماء اللي هينكرني على الأرض جود لك الحاجة التانية قال لن يمحوا اسمه من سفر الحياة وأنا عايز أقول لكم بس إيه في سفر الحياة ده تقرأ عنه كتير أو في سفر الرؤية بس أول مرة تسمعنا عن سفر الحياة دي لما التلاميذ لجعوا اليسوع وقال له يا معلم مش هتصدق اللي بيحصل معانا قال لهم إيه قال له ده إحنا لما بعثنا نبشر بإسمك يعني إلي شفي واللي خف واللي إبلك تحطى الشياطين كانت تخضع لنا إحنا في القمة عايزيني تاني تخيل كده بقى الشياطين بتخضع بالإسم الناس بتخلص وبتشفى رائع جدا فرحانين قوي فرحانين قوي مش هتصدق حاجة تاني المسيح قال لهم بل إفراحوا بالأحرى أن أسمائكم مكتوبة يسفر الحياة عشان خطر ربنا أوعى تخرج من الكنيسة أو أوعى تطفل التلفزيون قبل ما تتأكد أن إسمك مكتوب في سفر الحياة مش مهم إسمك مكتوب في الكنيسة أول واحد ولا آخر واحد مش مهم مش مهم في قيمة العظماء مش مهم إسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ ولما يكون إسمك مكتوب في سفر الحياة وحاجة واحدة بس تكتب إسمك في سفر الحياة لأنه مكتوب بحبر خاص جدا مكتوب بدم المسيح لأنه ليس بأحد غيره بس يا أسيس أنا متعمد جود لك يا أسيس ده أنا بروح الكنيسة كلهم حد ربنا يباركك يا أسيس ده أنا أكتر واحد بتبرع للفقرة يا بغتك بس يا بغت بس مش هتروح السمت يا أسيس ده أنا بتنبأ لأنا بشوف نبوات أنت ما أنتش عارف أنت فيه أنت عمرك شفت نبوة يا أسيس لا بصراحة أنا بشوف نبوة عمرك خرجت شياطين لا للأسف أنا بوعظ بس أنا بخرج شياطين مش هتروح السماء برضه لأنه هيجي فوقت يروحوا للمعلم ويقول له يا معلم أليس باسمك تنبأنا أليس باسمك أخرجنا شياطين أليس باسمك ونا بنعبد العجل دي يقول له ما عرفكوش ما عرفكوش لأن اسمكو مش مكتوب بسفل حاجة الأخيرة يقول سيمشي معي في ثياب البيض الثياب البيض هي موكب جيش الغالبين كلمة أبيض جاء 26 مرة في العهد الجديد منهم 16 مرة بس في سفر الرؤية وسبع مرات مرتبطة بالثياب ليه بقى ساردوس كانت بتعمل كده أقول لكم الحكاية دي وققوا نصلي والكوير يطلعت على بشوي أنا نسيت أبارك لك مبروك أنت وأنا على البيبي كانوا 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 بيعملوا سبق أيام ساردوس كانت الرجالة فيها بتجري أريانا علشان ما فيش أي حاجة تعوقها منها تنتصر واللي بيوصل لخط النهاية بيلبسوه توب أبيض عنوانه منتصر لكي يقول له ثياب البيض فلا تظهر خزي عورتك مين اللي هيضغطة اللي منتصر عشان كده بيقول اللي هيغلب هيمشي معي في ثياب البيض أنت متغطي ببر المسيح ومتغطي لأنك في جيش الغالبين في جيش الغالبين الأبيض دائما بيشير للنقاوة والطهارة والغلبة والانتصار وثياب العروس 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 لما بتبقى في يوم فرحها بتلبس أبيض وده الكنيسة محتاجة تعمله أنها تكون عروسة مهيئة مزينة لرجلها بس ده بيبدأ بإيه بيبدأ بدلوقتي بلما قالوا في إشاعي هلومنا تحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز النهاردة ربنا يقدر يحولها ومن يغلب هيعترف بيه هيكتب اسمه في سفر الحياة هيمشي في ثياب بيض خلو نصلي خلو نصلي كوير يطلع صلي اسأل بس نفسك سؤال واحد أنا لو أنت نسيت كل الوعظة اللي أنا قلتها لنا رضا ما يهمكش اسأل نفسك سؤال واحد يا ترى أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة ولا لأ يا ترى يا ترى أنا أنا لو غمضت عيني أنا اسمي حي ولا اسمي ميت راجع نفسك وراجعي نفسك تذكر تذكر اللي أنت تعلمت ومنون أنت صغير تذكر مشاعرك لما قبلت المسيح لما غفر خطيائك تذكر عهودك لي تذكر عهودك لما وعدتو إنك تعيش له إنك تكرز به إنك تحبه من كل القلب تذكر تذكر وتوب وتوب قوله رب أنا نضمان على السنين اللي ضعتها عشان أبني نفسي وأبني كياني وأحسن دخلي وأحسن دخل مستوايا وأغير الدنيا وأغير الحوالي يا رب سمحني على اللحظة أنا أنا بتوب بتوب لي لو أنت بتاخد الخطوات دي النفسي الرنم مع بعض يا سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك تعالوا نهارده لأنه فتيلة مدخنة اللي لسه بيدور على إزهر وشد ما قد تبقى تعالوا نهارده نحوط على ما تبقى ده عشان يرجع ينور تاني تعالوا نقول له يا رب تعالى زور ما تبقى ده عشان يغير يا سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك فانهضني آتي إليك بكل ضعفي بكل الباقي اللي هو أنا أنا مش شايفه باقي فاسمع صراخي واشفي نفسي محتاج إليك يا ربي انهضني لو أنت موافع على الكلام ده أقف معايا قلوا يا سيدي الحبيب يا مخلصي الحبيب يا أنت ملياش غيرك يا ربي ملياش غيرك يا ربي يا سدي الحبيب يا نور عمري أنا جاي لك رب، أنا جاي لك رب فانهبني مرة تانية، مرة تانية يا سيد الحبيب يا مرآبري، آتي إليك يا رب، فانهبني يعني آتي إليك بكل ضعفي أنا ضعيف يا رب آتي إليك بكل ضعفي اسمع سروري واش في نفسي مرة تانية يا رب إليك يا رب، إليك يا يسوء إليك يا يسوء آتي إليك بكل ضعفي اسمع سروري واش في نفسي محتاج إليك يا رب، إليك يا رب إليك يا يسوء إني لمسا أعوية إني إني يا يسوح إني لمسا أعوية إني لمسا أعوية إني لمسا أعوية إني لمسا أعوية إني 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 مسوح إني إني مسوح يا رب بشكرك لانك تثيلة مدخنة بشكرك يا رب لانك لسه بتبعت في لي والاخواتي رسائل تحذير وتقول اصهر وشدد يا رب ساعدنا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكنيسة ان احنا نكون كنيسة ساهرة مصابحها مليانة زيت منتظر العريس يا رب مش منتظرين فرد ولا منتظرين منتظرينك انت يا رب منتظرينك انت يا رب سمحني على كل مرة يا رب سمحني على كل مرة افتكرت ان انا عايش وعلاقتي بك ميتا اشكرك من اجل الروح الروح الكامل اللي بيعمل فينا اللي بيبكت على بر وعلى خطيه وعلى دايمونك الروح اللي بيفحص عماق الله ساعدنا يا رب ان احنا نعيش ليك ساعدنا يا رب ان احنا نتأكد انك سامينا مكتوبة في سفر الحياة بل ساعدنا يا رب انا بصالي فعلا يا رب مش بس من اجل نفسي انا مش بلوم كنيسة ولا بلوم اشخاص ساعدنا يا رب ان احنا في الزمن الاخير دا نكون بنعترف بيك انت وحدك يا رب زي ما انت هتعترف بينا قدام الاب ساعدنا يا رب ان احنا نكون مهيئين ان احنا نلبس نلبس يا رب كلمة صعبة بتقول لانهم مستحكون ان يمشوا معي يا رب مين فينا مستحق ان يمشي معاك يا سيد الا بالبر اللي انت وهبتوا لينا بشكرك من اجل ثياب البر يدينا يا رب ان احنا نحافظ على نقاوة هذه الثيابة في اسم المسيح امين 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 اشتركوا في القناة